الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد على الى وصحة اشمعين. هنتكلم النهاردة عن حاجة من الحاجات الضريفة جدا. انا شايف انها من اسهل الحاجات تقريبا اللي قايت دلوقتي في المنازل. طيب. احنا عندنا اه بقيتنا احنا قلنا هو امر انا بديه للبروسيسور علشان يبدأ ان هو ينفزه. طيب احنا قلنا معنا حاجة اللي انا هعملها. تمام? سواء كانت جامع طرح لود يعني كل اللي احنا دراسناها في المرات اللي فاتت. طيب ولازم كمان تديها اللي هتبدأ تشتغل عليها. طيب يبقى احنا كده لازم يبقى عندنا الحاجتين دول حاجتين قصين. طيب. قالوا لك بقي ان احنا هنجي في بتاعنا هنيجي نقسم لتلات انواع. علشان يبدأ ان البروسيسور يتعامل معهم بسهولة. طيب ماشي. ايه تلات انواع اللي احنا نقسمهم? قال لك هنقسم اول نوع اسمه الار. تمام? وتاني نوع اسمه الاي. والتاني وتالت نوع اسمه الجي. فيما يعرف بانستراكشن فورمات. طيب يعني ايه فانستراكشن فورمات? يعني كل نوع من دول ليهم شكل معين. فعادة يعني انت انت عارف ان انستراكشن دي عبارة عن اتنين وتلاتين بيت. طيب الاتنين وتلاتين بيت دول. كل واحدة من دول بتقسم الاتنين وتلاتين بيت بطرقتها. على حسب هي عندها ايه. طيب هنفهم بالتفصيل ما تخافش. تمام? الار دي اختصال ايه? اختصال ليه ريجيسطر. ريجيسطر انستراكشن. طيب يعني ايه ريجيسطر انستراكشن? يعني العلاج بتوحها. تمام? بيبقوا في ريجيسطرز. تمام? اااا. ودي بتتم على ايه؟ بتتم على على العاريثماتيك واللوجيكالاوبريشن. يعني ايه الكلام ده? اريثماتيك تمام? ودي اللوجيكال اوبريشن. طب يعني ايه اريثماتيك يعني ايه لوجيكال? الارثماتيك يعني ايه? يعني انا عندي اوبراندو. يعني بعمله عملية مع اوبراندو. والناتج الريزولت بيطلع يعني مسلا جماعة تطلع لي مسلا واحد واحد اثنين يعني اطلع فاليو. طبعا? اي فاليو? اي فاليو علي? طبعا? لكن اللوجيكال ان انا عندي اوبراندو. والريزولت بتاعي يطلع لي لازم يطلع لي حاجة من الاتنين. يطلع لي زيرو. يطلع لي وان. طيب. يبقى انا الريزولت بتاعي زيرو وان. هنا مسلا زي زي الجامع والطرح وكده. لكن اللوجيكال هنا عندي زي اي بعمل. طيب مش. تعال بقى نتكلم عن عن اللي هي يبقى كده. هنتكلم على يعني ايه? ثانية كده. ايوة. نكتب تمام. طيب. الايميلة زي ايه? فاكر الفنكشنز اللي هي مسلا الانستراكشنز اللي هي كانت زي مسلا اد اي. كانت ايه الفرق بتاعها ما بينها وبين الاد العادية. ان الاد اي كنت بقدر ان هي اد اميديت. ان انا عندي بيبقى كونستانت. طلعام? بدلا ما راح اجيب من رجستر وحطها. لأ انا بحطي كونستانت من عندي انا. ودي بنستخدامه في الكود كتير. يعني انت ككود مسلا بتقول اكس بالساوي عشرة. مش لازم بتقول ان الاكس بتساوي واي. تمام? فانا الاكس بتساوي عشرة دي. على الاسهل ان انا عمل لي بتخليلي كونستانت. بتخليلي اجمع يعني اا اا استخدم الكونستانت على طول. تمام? يبقى الايميل ديت بتسمحلي باستخدام كونستانت. يبقى هنا انا بحط بخليه كونستانت. والكونستانت ده مش لازم يبقى تخزن في ما بلي. طول ما هو ايه? طول ما هو اصغر من ستاشر بيت. وهنفهم دلوقتي ليه قلنا في المحاضرات اللي فاتت? ان لازم الايميديت دي او مسلا اي حاجة لازم تبقى اللي جوها اللي موجود في يبقى اخر وستاشر بيت. هنفهم دلوقتي حالة. طيب. يبقى ان انا عنده يبقوا في يعني مسلا الواحد الاولاني في اس زيرو والتاني في اس تو. تمام? هنا لأ هنا انا عندي كان بيبقى كونستانت. تمام? طيب. مش الاد اي بس دي الاد اي دي هنسميها ايه? هنسميها الاميديت انستركشن تمام? وطبعا دي اي 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 انستركشن تمام? اخرها اي? اخرها اي. يبقى اي انستركشن فيها اي تبقى طيب مش. كمان لأ يعني كمان بنستختمها في في الكوبي. الكوبي اللي هو جاي من ايه? الكوبي اللي هو جاي من اللود ومن الستور. مش احنا كان اخدنا حاجات اسمها ستور وورد ولود وورد ولود بايت وستور بايت. خدنا الحاجات دي كلها صح? يبقى الحاجات دي كلها تعتبر كوبي. والكوبي يبقى تعتبر تابعي. طيب مش. اهما صنفوها كده يعني. هي مش يعني انت هتقول لي طيب ليه الكوبي? مايبقاش مسلا زي مع الار اللي ما شاء. هو الديزاين بتاع المفس بيبقى عامل كده. طيب. اه عندنا حاجة تانية بقى ايه اسمها الريلاتف. ده برضو من ضمن الحاجات اللي فيها اي. الريلاتف ادرس. تمام? خلي بالك ركز في لان هقول دوقتي الريلاتف ادرس برانشنج. طيب يعني ايه الكلام ده? فكرين في في تاني محاضرة لما تكلمنا على البرانش اكوال. وتكلمنا على البرانش نوت اكوال. تمام? العمليتين دول تمام? من ضمن الريلاتف ادرس برانشنج. طب تعال بقى ايه? بس خليها دلوقتي نتكلم يعني هفهمك داتي ايه البرانشنج وايه الفرق بينها وبين الجمب. تعال بقى ايه نتكلم على ايه? اه نتكلم على الجمب. الجمب عندي بستخدمها في عمليات الجمب بس. تمام? يبقى بستخدمها في عمليات الجمب بس. طيب الكلام ده عظيم جدا. تعال بقى فهمك يا صديقي الفرق ما بين الجمب. ماشي في اس البرانشنج. ماشي? طيب. تعال انا دلوقتي لو قلت لك ان انا عندي ارضية كده وانت كشخص واقف هنا. تمام? عايز تنط. تمام? عايز تعدي من هنا هنا. لو المسافة من هنا ل هنا قريبة. تمام? انت هتعمل خطوة بسيطة. خطوة بسيطة تبقى هنا. تمام? لكن لو المسافة من هنا اللي هنا البعيدة هتروح ناطط. تمام? يبقى انت دلوقتي. معنى كده ايه? معنى كده ان البرانشنج ده عبارة ان انا بروح لجزء معين في الكود. تمام? المسافة ما بينه وما بين اللي انا فيه دلوقتي مش بقيدة. تمام? بمعنى ايه? ان انت دلوقتي لما بتعمل بتنط كزا سطر من تمام? السطر ده المسافة ما بينه لو اعتبرنا مسلا ان هنا ده زيرو ده اربعة المسافة بينه اربعة. تمام? اربعة دي رقم مش كبير. تمام? طب انا بحدد كبير ولا مش كبير على اساس ايه? بحدد كبير ومش كبير على اساس ان احنا اخري ستاشر بيت. يعني لو الرقم بتاعي اللي هو بيمثل المسافة ما بين السطر اللي انا فيه دلوقتي. مش لازم يكون صفر على فكرة يعني ممكن يبقى اتنين وستة مسلا فاهم? نرجع تاني اه مش لازم يكون اه يبقى الرقم اللي هو بيعبر عن المسافة بين اللي انا فيه دلوقتي. وبين الحاجة اللي انا عايز اروح لها. تمام? يكون الرقم ده اقل من ستاشر بيت. يعني اتنين باور الاتنين باور ستاشر نقص واحد. تمام? ولأ وخلي بالك في حاجة تانية كمان. ان انت مش لقى عندك اتنين قص باور ستاشر ليه? لان انت عندك الستاشر بيت دول آآ يعني عندك من سالب اتنين قص خمستاشر لسالب اتنين قص خمستاشر. تمام? كل دول ارقام بتوعك. لو زاد عن واحد من دول. شوف دول بقى بالقالة هيطلع لك كم? لو زاد المسافة عن حاجة زي كده? تمام? هتضرر ان انت تستخدم الجومبينج. طيب. طيب بركز في حاجة بقى. انا دلوقتي لما قلت لك البرانشنج انا قلت لك ان انا ببقى في مكان. وعايز اروح لمكان تاني. فبنروح عن طريق ان انا بحسب المسافة بين ده وده. واقول للكود ينط المسافة دي. تمام? يبقى انا دلوقتي بعمل ايه? بعمل برانشنج. بعمل برانشنج. تمام? اه ان انا البرانشنج ده مبني على اساس ايه? مبني على اساس المسافة ما بين اللي انت فيها والمسافة اللي انت عايز تروح لها. تمام? يعني انا الفرق بروح له عن طريق الفرق ما بيني وبينك. تمام? يعني انا لو في زيرو مسلا هقول له ان انا عايز اروح لزيرو زادة اربعة. فيروح مؤدين للرقم اللي هو اربعة ده. تمام? لكن انا دلوقتي لو بتكلم على الجامب. فالجامب قلنا المسافة كبيرة جدا. فانا ما ينفعش ان انا اروح اقول له زيرو مسلا زائد مسلا ميت مليون. فتروح للسطر الانستركشن رقم ميت مليون. لأ انا بروح جايب عنوان الانستركشن رقم ميت مليون دي في في الريجستر فايل او في الميموري. وروح مدهله مباشرة. فهنا يجي الفرق ما بين الابسليوت ادرس ما يجي الفرق ما بين الابسليوت ادرس ويجي الفرق ما بين الريلاتيف. انا هنا بديله ادرس الانستركشن اللي انا عايز يروح لها بالنسبة اللي اللي انا فيها. يبقى كده ايه? بالنسبة دي يعني ايه? يعني الريلاتيف. تمام? لكن هنا انا بديله يعني الادرس بالزبط بتاع اللي انا عايز اروح لها. الادرس مباشر. يعني انا مسلا لو متخز مثلا في زيرو اكس اربعة واربعين انا بتديره زيرو اكس اربعة واربعين. لكن لو هنا مثلا انا واقف في زيرو اكس اربعة واربعين. ماشي وهي مثلا متخزنة في زيرو اكس تمانية واربعين. تمام? بروح اقول له ايه ايه? هاتلي الزيرو اكس اربعة واربعين اللي انا واقف فيها دلوقتي? وزود عليها اربعة فتروح للي انت في اللي انت عايز تروح لها دي. الزيرو اكس دي يعني هكسة. طبام? ده مجرد مثال مش اكتر. لك احنا كده فهمنا الفرق بين الريلاتف والابسيوت. الريلاتف يعني انا بجيب عنوان الادرس اللي انا عايز اروح لها مقارنة بالانستراكشن اللي انا فيها. لكن الابسيليوت انا بروح بجيب الانستراكشن اللي انا عايز اروح لها مباشرة. واكتبها زي ما هي كده. طبام? ده باستخدمش بقى ان انا اجيب الفرق مع بينهم وكده. طيب احنا دولاتي فهمنا الفرق بين البرانشنج والجومبين. طيب ناشي. نتكلم بقى عن ايه? احنا قلنا ان احنا عندنا ار وعندنا اي وعندنا جي. طيب. كل واحدة من دول لهم فورمات. يعني كل احنا عارفين ان الانستراكشن بتاعتنا عمتا الانستراكشن عبارة عن اتنين وتلاتين بيت. اتنين وتلاتين بيت. فكل واحدة من دول بتقسم الاتنين وتلاتين بيت بمزاجها حسب الفورمات بتاعتها. طيب. نيجي مسلا ايه? تعالى نبص ان احنا مسلا في الار مسلا هتلاقي ان انت عندك الاوب. ماشي? وعندك الار اس. وعندك الار تي. تمام? وعندك الار دي. وعندك الشفت امونت. ماشي? دي اختصال لشفت امونت. هي ايه يا كده اتطاشمت لكن هي اختصال لشفت امونت. طيب ماشي. وعندك كمان يا سيدي الفونكشن. تمام? خلينا نتكلم عن واحدة واحدة الاول يعني خلي الجي والكي دي بعدين. تمام? يبقى انت دلوقتي عندك الار اس والار تي والار دي والشفت امونت والفونكشن. وانت عندك الريجيسترز اللي هم اتنين وتلاتين بت متقسمين كالاتي. بص بقى بص بقى انا اعمل ايه دلوقتي? انت عندك دلوقتي هتلاقي ان دي هي الاوب. تمام? وهتلاقي دي الار اس ودي الار تي ودي الار دي. وهتلاقي ان دي الشفت امونت. وهتلاقي ان دي الفونكشن. طيب سؤال كل واحدة من دول اسمها ايه? اسمها فيلد. يعني الاوب دي اسمها فيلد. تمام? ودي كمان اسمها فيلد ودي اسمها فيلد ودي اسمها فيلد. كل واحدة من دول اسمها فيلد، كل المجموعة. طيب ماشي هو متقسمهم الزي بقى الار. يعنى دلوقتي لو جات لي فونكشن احنا قلنا الار دي اللي هي هي زي مسلا وزي وزي زي ما نقول الشفت بردو خلي بالك من الار تمام? طب هفهمك دلوقتي بالزبط ليه الشفت من الار. طيب احنا قلنا دلوقتي ان الاوب هو في بتاعتنا الديزاينر هو يعني اللي صمبوا الموضوع هم اللي عملوا كده. خدوا لدي ستة بيت. وخدوا لدي خمسة بيت. تمام? وراحوا واخدين كمان لدي خمسة بيت. وكمان دي خمسة بيت يا صديقي. تمام? ودي كمان راحوا واخدين لها خمسة بيت. وراحوا واخدين لدي كم ستة بيت. طيب ماشي. ده تب تب دي كل واحدة من دول بتعبر عن ايه? بص بقى. المفروض ان الاوب دي في اي فورمات من دول بتعبر عن الاوب اللي انا هستخدمها. يعني مثلا انا لو هستخدم الجامعة غير الطرح غير مش عارف ايه. بس جي بقى في الار فورمات وقالولك احنا بقى ايه? احنا هنامي حاجة جديدة. احنا سبقين عصرنا وهنامي حاجة مختلفة. احنا هنخلي الاوب ده في الفورمات في الار فورمات في الار فورمات هيبقى دايما دايما لزيرو. يعني هتلاقي هنا ست صفار جنب بعض. اول ما تلاقي ست صفار على الشمال خالص يبقى انت كده يا معلم انت تعرف ان انت في الار. طيب سؤال ست صفار احنا قلنا عندنا الار فيها الجامعة والطرحة والمسلا والشفت. طب هنعرف الحاجات دي من بعض ازاي? يعني انت كده كلهم ست كلهم ماخدين صفار. طب انا هميز ما بين اوبريشن والتانية ازاي? المفروض ان الاوب دي اصلا كان بيتميز ما بين اوبريشن والتانية. طب انت وديتلي كده انا هميز ازاي يعني? قال لك بقى ايه? قال لك انا مش هزعلك. قال لك شايف اخر ستة بيت اللي في الاخد دول? شايف دول? انا اقال لك دول اللي هيميزولك ما بين كل اوبريشن والتانية في الار فورمات. يعني مسلا لما تلاقي وان زيرو وان وان زيرو كده. ماشي? تعرف مسلا دي جامعة. لما تلاقي مش عارف كام يبقى تعرف ان دي تارحي. تعرف دي شفت دي تعرف دي كزا. طيب. طيب ماشي. تعال لبقى ناخد ايه? بقيت الحاجات. احنا كده عارفنا احنا بنحدد ازاي? ودي لو تفتكر كانت اول خطوة في الانستركشن. انا قلت لك ان الانستركشن بتتكاومن حاكتين. الابريشن والابرانس. احنا كده عارفنا الابريشن. وعارفنا او يبقى احنا كده عارفنا نص فاضل النص التاني ان احنا نعرف الابرانس. طيب هنعرف الابرانس ازاي? هنعرف الابرانس يا صديقي عن طريق ان احنا هنقول ايه? الار اس والار تي والار دي. الار اس دي هنخزن فيها يا صديقي الادرس بتاع اوبراند وان. الادرس بتاع اوبراند وان. تمام? طيب والاوبراندو هنخزنه في الار تي. طيب والديستنيشن. يعني احنا مسلا فاكرين لما كنا بنتكلم على اد كنا بنقول ان انا هعمل اد لحط بتاعتي الس3. والن انا هعمل أبراند 1 هيبقى الس2. considتو هيبقى الس1 دي الدستنيشن. ديبقى انا هاخد او رقم الي هو الس3 ده. واحطه في الار دي. تمام? يبقى ده ايه هيبقى تمام? ورقم اس2 طبعا ده? ده انت لو عارف ان ده ابراند فانا هحطه في ايه؟ هحطه في الار اس. تمام? وده هحطه الار تي. يبقى انا كده يا صديقي تقريبا نفست الابريشن. حققت الشرطين بالانستركشن. تمام? ان انا يبقى عندي وان انا يبقى عندي انا كده اديت له علمان كل حاجة. طيب. طب تعال كده انا هدي لك بقى ايه حتة كده حوار. ليه الار اس والار تي والار دي خمسة بت. تعال كده نفكر. فاكن لما قلنا ان الريجستر فايز بتاعتنا عبارة عن اتنين وتلاتين بص كده اتنين وتلاتين يعني متقسمين من زيرو لكام لواحد وتلاتين. طيب ماشي. من زيرو الواحد وتلاتين دول اعبر عنهم بكام بتعبر عنهم باتنين قص خمسة. فاكن لما عملنا الايه اليو وفي رسمة الايه اليو قلت لك ان ان انا لما بعمل ريت ريجستر اهم ريجستر number. كنت بقوللك ان دي بتاخد خمسة عشان انا بختار من الاتنين وتلاتين. فانا عشان اعرف اختار من اتنين وتلاتين محتاج خمسة بيت بس. فهنا بقى هو راح ادي لهم خمسة بيت كل واحدة منهم. بحيث ان كل واحدة من دول تنقي ريجستر من الاتنين وتلاتين ريجستر اللي عندك في ما ربيع شوفت الجمال. يبقى كده انت الموضوع بتاعك بقى جامع جدا. طيب. فاضل واحدة ما تكلمناش عليها. لو بتاعتك مش 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 دي دايما هتبقى بزيرو. طب لو هتحط فيها كمية. يعني انا دلوقتي لو قلت لك اه مثلا ان الاس زيرو. الاس زيرو مسلا هتعملها كا آآ هتعمل برضو هي نفسها هتعمل لها مسلا شفت تلاتة. يبقى انت هتاخد التلاتة دي كرقم وتحطه هنا في الخمسة بيت ستون. طيب مش ده كلام عظيم جدا ورائع جدا جدا جدا. ولو فكرت فيها هتلاقي برضو ان الشفت ان الشفت مش محتاجه اكتر من خمسة بيت لان انت اكبر تشفيت هتعمله هو اتنين وتلاتين بيت ان انت توصل لغاية اخر فانت مش محتاج اكتر من آآ ايه ده الله ما صلى الله عليه وسلم محمد مش محتاج اكتر من خمسة بيت عشان تامل حوار ده. بحيث ان هو يبقى اكبر تشفيت عندك لان بيبقى كلهم محايد هيبقى واحد هيبقى اتنين وتلاتين او واحد وتلاتين فانت كده شفت الريجستر كله. تمام? الموضوع ماشي لوجيكل وراء بعضه مفهوش اي مشكلة اعتقد لغاية دلوقتي. طيب نخش على الفورمات التاني الا وهو يا صديقي الاي فورمات. طيب الاي فورمات تركز معايا كده? احنا فاكر لما قلنا الاي فورمات ده بيبقى بارة عن ايه? قلنا الاي فورمات ده هو اللي بيعمل اللي هي مسلا اد اي وبيعمل اللي هي مسلا لها سينا محمد بيعمل كمان الكوبي داتا لو انت عندك مسلا لود وورد او ستور وورد ماشي. وبيعمل كمان البرانش ايكوال البرانش ايكوال والبرانش نوت ايكوال. كل دول الايه في الاي. طيب. طيب. تقسمة الاي بقى ازاي? الاي دي برضو فورمات. ليها فورمات مختلف اكيد عن 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 الار. وإلا لو كده ما كانتش تقسمت بالطريقة دي. يعني ما كانتش مسلا الاي بقى مختلفة عن الار. كل واحدة منهم ليها تقسيم معين. طيب. هنيجي هنا نقول ايه? اول واحدة هنا الاوب. تمام? ودي بتاخد ستة بت. تمام? طيب. آآ تاني حاجة عندك هي الار اس. يا صديقي. تمام? ودي بتاخد خمسة بت واحنا فهمنا ليه خمسة بت. طيب لو جده بقى تعرف لي كده يعرف يعمل كام اوبريشن كام اوبريشن آآ في الاي. يعرف يعمل اتنين قس ستة اوبريشن. شفت بقى? عندك ست احتمالات يبقى فيها اتنين قس ستة اوبريشن. طيب. كلام ده جميل جدا جدا جدا. طيب. هنعمل ايه بقى? هنكمل. عندنا كمان الار تي. بخمسة بت. وعندك ايه بقى? هنا ما عندناش الار دي. تمام? هنا عندنا حاجة تانية غير الار دي اللي هي الاميديت ادرس الاميديت او الادرس. يبقى عندك الاميديت. ايه الاميديت? لان انت لو تفتكر انا قلت لك ان دي او الاي عمتن بيبقى فيها ده بيبقى اخره ستاشر بيت. هنعرف دلوقتي دي اخره بقى ايه? ستاشر بيت يا صديقي بص. هنا شايف دول? دولة ستة وخمسة وخمسة. يبقى كيها ستاشر. فاضل لك كامل الاتنين وتلاتين فاضل لك ستاشر. يبقى انت او اللي انت هتحطه مسلا في لازم يكون اخره ستاشر بيت عشان يتخلز في الحتة دي. يبقى احنا كده عارفنا دلوقتي ليه اخره ستاشر بيت. تمام? يبقى كده ده كلام جميل جدا انت كده فهمت بشكل كبير. حاجات كتير انت ما كنتش لقيتها في الاول. طيب. تعالا بقى نتكلم في حتة تانية. دلوقتي احنا كنا عندنا في في الار فورمات اس تي دي. ايه يا ابني الاس تي دي ده? انا انا مسميهم كده. ار اس وار تي وار دي. تمام? كان عندنا اس تي دي. دلوقتي احنا شلنا الدي وحطينا الاس والتي. طيب ماشي. لو انا اتكلمت مسلا ان انا عندي اد اا اا اميديت مسلا اس زيرو. تمام? وهروح واخد اللي في اس وان وهروح جامع عليه مسلا عشرة. تمام? دي مش دي فانكشن مش دي الانستراكشن بتاعت اميديت. صح? طيب. انا دلوقتي العشرة دي هاخدها خزنة هنا. تمام? في ده. طيب. اا طبعا هتخزن كباينري تمام? والستاشر بيت يعني انت هتشوف كام تحول على القلة بتاعتك كده. تروح محاول العشرة دي. وباينري. وتكتب الارقام لغاية ما تكمل سبتاشر بيتها. كده اربعة 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 اربعة. تمام? طيب. الاس وان دي برضو لها فانت هتاخدها وتحطها في الارقس. لان انت لو انت فاكر ان دي اوبراند وان. تمام? بس هنا انت ما عندكش اوبراند او. انت هنا عندك عطول. تمام? عندك مكان بتروح العطول. فهو جي قال لك بقى ايه? قال لك احنا هنستغنى عن الارت دي وناخد الارت دي كمان تروح عاملة وظيفة الارت دي. اه ناخد الارت دي. تعمل وظيفة الارت دي. ونحط في الارت. يبقى كده انت فهمت ماشي. ليه بقى? ليه الفورمات ده بتاعنا كده? طيب. وخلي بالك ان يعني دول برضو فيهم حمسة بت. ليه? لانهم بيختاروا بيختاروا من اتنين وتلاتين ريجستر. تمام? طيب. انت كده فهمت الصفة كبيرة. يعني ايه? الطيب. تعال احنا اتكلمنا لو احنا في الطيب. تعال مسلا نتكلم لو احنا مسلا بنعمل ايه? لو احنا مسلا بنعمل لود مسلا. لود. آآ مسلا وورد. ماشي? لود وورد مسلا. انت هتروح عامل ايه يا صديقي? انت دوقتي هتاخد وورد من آآ من بيز ريجستر فايل صح? البيز ده تعال بس تعال نكتب اللي انا شايف تعال نكتب ايه? الشكل بتاعنا احسن. تمام? ادي لود. ماشي? هتحط اللود ده هتحطه مسلا في مسلا زيرو. تمام? وهتروح عامل مسلا افست اربعة وعندك البيز اندكس. آآ مسلا متخزن في مسلا. ماشي? انت تعال يعني اعتقد بالنسبة كبيرة انتو عارفين يعني ايه الكلام ده? يعني انت ده بتعمل لود. ماشي? آآ من الميموري. يبقى انت بتعمل لود. ماشي? لود ايه? لود الورد. الورد يعني ايه? يعني اتنين وتلاتين بت. طيب ماشي. آآ اللهم اصلي يا سيدنا محمد. آآ. هتعمل دلوقتي ايه? انت هاتي عندك ده متخزن فيها الاند لو نحسن احنا افترضنا ان احنا عندنا الري مسلا فيها مسلا آآ عشرة تمام? فانت دلوقتي ادرس آآ اول اللي هو ايه زيرو بيبقى متخزن بيبقى متخزن في الاس وان ده. تمام? يبقى ده هيبقى موجود هنا. تمام? هيبقى متخزن مسلا زيرو اكس مسلا آآ مثلا اربعة اربعة. ماشي? وبعد كده انت هتروح مزود عليه كام عشان تنقل على مسلا انت عايز مسلا دلوقتي تلود الاندكس رقم تلاتة. تمام? انت عايز تلود الاندكس رقم تلاتة. فهتروح انت دلوقتي لو قلتله اعمل لي الاندرس ساقم تلاتة لازم تقوله تلاتة في اربعة. تلاتة في اربعة. ليه يا ابناء تلاتة في اربعة? تعال فهمها لك. مع ان اصلا المفروض ان اللودورد دي احنا فهمناها قبل كده بس يعني نتشك عليها سريعا كده. دلوقتي انت لو واحنا افترضنا ان انت ده ان الكلام ده خل بقى احنا دلوقتي في الميموري. تمام? وانت عندك في الميموري يا صديقي. جينا قلنا ان احنا احنا دلوقتي عندنا متخزنة هنا. تمام? والاي زيرو دي واخدة من زيرو واحد اتنين تلاتة. تمام? يبقى هي ايه زيرو دي شغلة كل ده. تمام? فانا علشان اروح انطي دي الاندكس رقم واحد. تمام? اللي هو هيبدأ من اربعة. لازم اروح ضارب الواحد دي في اربعة. يبقى انت لو انت شايف ان رقم واحد. بدايته من الاندكس رقم اربعة في الميموري. تمام? الاندكس رقم واحد في الاري بدايته من الاندكس رقم اربعة في الميموري. تمام? فانت دلوقتي ببساطة يعني لو انت مش قد تفهمها قوي انت هتاخد انت عايز تعمل من البيز اللي هو الآي زيرو. عايز تعمل ااه افست من البيز. tra lives هتاخد الرقم الاندكس اللي انت عايز تروح له. لو مسلا واحد. وتروح ضاربه الفاربعة. فعشان كده احنا هنا حطينا اربعة. تمام? يبقى انت دلوقتي لو عايز تروح لرقم تلاتة. يبقى هتقول تلاتة في اربعة. يبقى انت الكلام ده هنا هيطلع لك كده بايه? باتماشر. يبقى انت هتشير كل ده كده. وتكتب هنا اتماشر. طيب الكلام ده لغاية دلوقتي يعني حد دلوقتي ان شاء الله يكون مفهوم. دي اصلا مش هدفنا من الاول. انا حاسة انا تهتي بيك. ارجع تاني. احنا بنتكلم على كايف فورمات. تمام? احنا عايزين نعرف دي بتتخزن ازاي في الاي فورمات او بتبقى متقسمة ازاي في الاي فورمات. احنا قلنا ان اي حاجة جنب اللود وورد او الستور وورد او اللود بايت او كده بتبقى عبارة عن تمام? يبقى ده كده عبارة عن تمام? طيب هتقول لي دلوقتي الستور وورد انا انا اللود وورد انا باخد من الميموري وحط في الريجستر. تمام? ففي اللود وورد فعلا الاس زيرو ده ديستنيشن. يعني ده اللي بروح له. طب في الستور وورد انا باخد من الريجستر اللي هو الاس زيرو وبروح مخزن في مكان في الميموري. يعني لو افترضي مسلا ان انا هخزن في اول اندكس في اللي هو مسلا ازيرو. يبقى انا هعمل افس زيرو وعلى اللي هو متخزن في اس وان. طيب لو انا دلوقتي انت بتقول لي ان في الستور انا باخد من الادرس من الريجستر وبروح مخزن في الميموري في حين ان هنا العكس. ففي الستور انت عندك الاس زيرو ده هو الديستنيشن. هقول لك لا ما تطلق بطش. هي الفكرة ان هما لما هو عملوا حوار اللود الكوبي داتا اللود والستور وكده. هو اعتبر ان الاولاني دا الروجستر الاولاني دا الدستي نيشن بغض النظر عن يعني هي استور ولا لود. فانت هتعتمد. يبقى انت كده يعني اه رتبها في دماءك كده ان انت بدان في كوبي داتا استور او وورد يبقى انت الاولانية عندك هي الديستنيشن. يبقى في الكوبي في الكوبي اللي هي الستور واللود واللود وورد واللود مش عارف اه هاف وورد واللود والستور كمان نفس الكلام اللي عندك اول واحدة هتقابلها هي طيب تعالى بقى نعرف هنا الديستينيشن كنا بنحطها فين? تعالى اجيب لك لهم مختلف واقول لك يا صديقي ان الديستينيشن احنا كنا بنحطها في الار تي. تمام? واللي بعدها. اللي بعدها كنا بنحطها فين بقى? هل انت كده هتحط ازاي? انت عندك هتاخد ده احنا قلنا ان اي موجود هتحطه فيه اللي هو ايه? هتحطه فيه ارده. اللي هو او يبقى او وليه لان احنا هنا خلاص احنا قلنا ان ده كده هيعبر عن يعني اللي اتناشر دي لما تجمعها على الادرس معاك هتطلع لك ادرس. فهنا كده يعني عشان كده احنا سميها او ادرس. اميديت في حالة الجامع. لكن ادرس في حالة ان انت عملت هنا افست باتناشر على آآ ادرس. طيب. طيب وعندك الاس وان ده بقى. اللي المفروض نعتبره هو الاوبرا انت هيحط فين? هيتحط فيه الار اس. يبقى انت عندك ده? هيروح محطوط في الار اس. يبقى انت كده الاولانية دي هتحط فيه الديستيناشن. اول حاجة هتقابلك هتحطه في الديستيناشن. الكونستانت هتحوح هتحطه في مكان الكونستانت اللي هو الاميديت او الادرسنج. والاس وان هتحطه في الار اس. وبكده تكون فهمت برضو ازاي اللود واللستور بتتحط. طيب تعال برضو نتكلم برضو عن مسلا ايه? تالت حاجة في او خلينا نتكلم عن تالت حاجة في الاي. يعني احنا ما زلنا دلوقتي في الاي فورمات. اللي هي البرانش ايكوال او البرانش نوت ايكوال. لو احنا قلنا برانش ايكوال. اه طبعا انت يعني قريبا انت مش عارف السينتكس صاحة فانا لسه عارفك عالسينتكس صاحة. احنا دلوقتي هنطلع لها في السينتكس بس قدام. طب خلينا نشرحها قدام مع لما نشرح السينتكس بتاع الموضوع ماشي ازاي. هنتكلم على الجومب. تالت حاجة الجومب فورمات. ماشي. الجومب فورمات ده بيعمل ايه بقى? الجومب فورمات انا عندي. ستة وعشرين بت. لو تفتكر الجومب انا قلت لك ان انا بحط الانوان اللي انا عايز اروح له مباشرة. ستة وعشرين بت للادرس. لان انت خلي بالك في حاجة. لكس فرق. لما كنا في البرانش. تمام? كنا بنحط الادرس اللي انا عايز اروح له بالنسبة للادرس اللي انا فيه. فانا كنت بحطه بافست. يعني انا مسلا داتي لو انا في الادرس زيرو وعايز اروح للادرس خمسة فكنت بحط له في الاميديت بحط له خمسة. تمام? فانا كده الرقم ده مش هيزيد عن حد معين. تمام? اللي هو الخمسة. طب في الادرس بقى اي ادرس لاي انا عايز ازلاتي اروح للانستركشن معينة. فانا دلوقتي في الجومب في الجومب انا هحط الادرس بتاع الانستركشن مباشرة. الادرس آآ سميها مسلا انستركشن. يبقى انا الانستركشن اللي انا عايز اروح لها او اللي انا عايزها بحط الادرس بتاعها مباشرة في الجي فورمات. طيب دي مكونة من كم بيت? مكونة من اتنين وتلاتين بيت. تمام? طيب. انا دلوقتي هالاتنين وتلاتين بيت دول مفروض انا هحطوهم هنا. طيب الاتنين وتلاتين بيت دولي هي دولي ستة وعشرين بيت. انا ازاي هحط اتنين وتلاتين بيت في ستة وعشرين بيت. يعني ازاي? يعني كده هيبقى في زيادة. طيب. تعالى هنتكلم عن الزيادة دي. بس الاول نقول لك ان انت هنا عندك آآ في حدود كان بيت. فاضل كان بيت من الاتنين وتلاتين. انت عندك اتنين وتلاتين بيت المفروض انها تبقى التوتل. فانت عندك كده فاضل لك ستة بيت هيبقى القبران. يبقى في كل الحالات تلكز كده. في ملاحظة حلوة ان في كل الحالات في كل الفورمات القب عبارة عن ستة بيت. طيب. نحن عايزين نتكلم بقى دلوقتي ازاي ان احنا الادرس اللي هو قص بتاع اللي انا عايز اروح لها. اتنين وتلاتين بيت. وهحطو في ستة وعشر بيت. ده عايزي في ستة وعشرين بيت. سوري. ازاي هنعملها? هقول لك. طيب احنا اخر حاجة وصلنا لها ان احنا عايزين نعرف ازاي هنحط اللي اتنين وتلاتين بتوع الادرس بتوع اللي احنا عايزين نروح لها بالجامب في ستة وعشرين. بيت. تمام? طيب. طبعا الكلام ده في الجامب رجست. احنا بقى عايزين نعرف هيعمل الكلام ده ازاي. قبل ما نعرف لازم ارسيك كده على كام حاجة. دي احنا عندنا في بتاعنا الميموري بتاعتنا قسمناها لو افترضنا دي الميموري. تمام? فاحنا الميموري بتاعتنا قسمناها لسيجمنت. يعني ايه? يعني قطع. تمام? قسمناها الكام لستاشر سيجمنت. تمام? والسيجمنت الواحدة ماشي سميناها بيتج. تمام? وانت مش مسموح لك تكتب برنامج اكتر من البيجي دي. يعني وان بروجرام. يساوي وان بيتج. يعني وان سيجمنت. تمام? السيجمنت دي متقسمة ازاي من زيرو لخمستاشر لانهما ستاشر. تمام? فانت دلوقتي في وان بيتج. طيب موجودة في البيج. لان طبعا انت عارف ان البروجرام ده عبارة عن مجموعة من الانستراكشنز. تمام? يبقى الانستراكشنز دي مرصوصة كده جوة مسلا ايه? اول بروجرام. اللي هو في اول بيتج. تمام? في حاجة مميزة بقى ايه? للبيج الواحدة. تعالي نتكلم عن البيج. البيج بتوحها. اول اربع في يعني اول باربع على الشمال هتلاقيهم سبتين في البيج الواحدة. يعني انت مسلا تعاليها فاوضحها لك. انت المفروض ان ديها مسلا البيج زيرو. تمام? البيج زيرو دي المفروض ان كل الادرس فيها عبارة عن اتنين وتلاتين. يعني هنا مسلا اه زيرو 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 زيرو. وتكمل كده. وفي الاخر على الشمال خالص زيرو زيرو زيرو. تمام? طب هتنزل تحت. هتلاقيها بعد كده زيرو 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 ماشي? تمام? ده خلي بالك ده كلها ادريسيز لانستراكشنز. ادريسيز لانستراكشنز بتاعة اللي متخزنة في اول بيتج. عايزة تتركز معايا باللي عليك. يعني ده ما لهاش علاقة بالانستراكشنز نفسها جواها ايه? قدري عنوان الانستراكشن. يعني الانستراكشن دي ساكنة في شقة. انا العنوين بتاعتها كده. تمام? طيب. كلام ده جميل جدا. وهتكمل كده لغاية ايه? لغاية ما يبقى كله وحايت. تمام? كل وحايت. حتى دول دول دول. بس بقى ايه بقى الاربعة صفار زي ما هم. يبقى اخر خانة في البيتج زيرو هتبقى كلها وحايت معادة اول اربعة صفار على الشمال. تمام? معادة اول اربعة خانات على الشمال هتفضل برضو. طيب يبقى انت%. يبقى انت فاهم كده. ان الاربعة متعبر على رقم البيتج. يعني لو زيرو هات تفضل زيرو هات. طب مثلا ال 15 مثلا. هتلاقي اول واحدة في عبارة عن زيرو زيرو زيرو. وتكمل زيرو هات برضو. لغاية اول واحدة عالشمال خالص. اول اربعة عالشمال واحد واحد واحد. لبا حاولتهم هتلاقيه مخمسطاشر. يبقى انت كده بتتكلم على البيتج رقم خمسة عشر يعني كأنهم دول آآ علامة مميزة للبيتج. اول اربعة بتسعة الشمال دول علامة مميزة للبيتج. يبقى احنا كده يا جميل جدا جدا جدا. يبقى انا دلوقتي نيجي بقى لحاجة تانية. انا دلوقتي لو في البروجرم مسلا انا شغال فيه. تمام? البروجرم ده متخزن فيه بيتج زيرو. تمام? لو فكرت كده انت ايه ايه الريجستر? اللي شايل ادرس الانستركشنز. فيش غير ريجستر واحد في البروسيسر هو اللي بيشيل ادرس الانستركشنز. هو ايه هو يا صديقي البروجرم كاونتر ريجستر. هو ده اللي شايل الادرسيز الانستركشنز. طيب تعالى بقى كده انا عايدة انت اللي تستنتج الموضوع بنفسك. احنا قلنا اللي دايما وجودة في بيتج زيرو. طيب بيتج زيرو قلنا اول اربعة بيتس على الشمال دايما بصفار. اول ما تسمع بيتج زيرو يبقى اول ربعة بيتس دايما على الشمال في الصفار. تمام? وبعد كده الارقام اللي بعد كده دي اي حاجة. مش فالة كتير. طيب يبقى البروجرم كاونتر في لو هو بينفز اللي متخزن في زيرو. هيبقى دايما البروجرم كاونتر اول اربعة الشمال بزيرو. طيب الكلام ده جميل جدا 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 جدا. بعد كده دول هيفضلوا يلعبوا. طيب يبقى انا دلوقتي لو انا عندي الادرس الانستركشن. خلي بالك انا كل ده ما ليش دعوة ايه اللي جوه الانستركشن? انا مدخلتش في الفورمات. انا بتكلم على الادرس الانستركشن عنوان الانستركشن في الميموري. تمام? لان احنا زي ما قلنا اتكلمنا قبل كده عن وقلنا ان الانستركشن صارت تتخزن في الميموري. فبدأنا تتخزن يبقى ليها عنوان. فانا عايز اتعامل مع الانوان ده. اللي بيتعامل مع الانوان مين? البروجرم كاونتر. نرجع تاني الموضوع عشان ما انتوش. ففي الانستركشن دي زي ما قلنا ان هي ليها ادرس تمام? انا دلوقتي لو عايز اعمل جامب الابسليوت ادرس. زي ما قلنا ان انت عندك الابسليوت ده عبارة عن اتنين وتلاتين بيت. طيب احنا قلنا بنعمل جامب خلي بالك من خواص الجامب ان انا بقى لازم اعمل جامب لازم اعمل جامب للسيم بيتج. لانستركشن. يبقى انستركشن انسيم بيتج. انستركشن. انستركشن في السيم بيتج. يبقى انا لازم اعمل جامب الانستركشن في السيم بيتج. طيب السيم بيتج يعني ايه? يعني اول الاربعة بتسعة شمال سبتين. تمام? فانا ممكن اروح شايلهم. خلاص انا كده كده يعارف بدم انا في البروجرام رقم زيرو. رحت عملت جمب. يبقى انا هنط الانستراكشن في البروجرام رقم زيرو برضو. هي ملاح حال. هي مش احتمال ان هي تنط البروجرام تاني. لا هي لازم تنط نفس البروجرام. ما هي الجمب بتعمل كده. لو حاولت تعمل حاجة زي كده مش مش تتصبت معاي. تمام? فانا تم بخلاص بدم هي دي سابتة اي انوان هروح له في البروجرام زيرو. يبقى خلاص مش لازم احطها. انا ممكن اشيلها زي كده. ويفضل عندي كام من الاتنين وتلاتين بيت? هقول اتنين وتلاتين ناقص اربعة. انا كده فضل عندي تمانية وعشرين بيت. يبقى الانستراكشن اللي انا عايز اعمل لها جمب. رسيت على كان وغير دي بقتي. رسيت على تمانية وعشرين بيت. طيب. هل التمانية وعشرين دول ما زالت برضو اكبر من الستة وعشرين اللي انا عايز اخزرهم فيه? نيجي بقى لحاجة تانية. يبقى انا كده فضل لي اتنين بيتس. اشيلهم علشان اوصل ليه الستة وعشرين بيت. ركز في الكلام اللي انا بقوله. تمام? طيب. انت دلوقتي احنا دعالة بقى نزوم مسلا على البيتج زيرو. اللي متخزنة فيها برو جرام وان. لو كلمنا قلنا دي ايه? بيتج زيرو. طيب البيتج زيرو دي باشا عاملة ازاي? متقسمة بايتس. طيب تقدر تقول لي مساحة البيتج زيرو دي. قد ايه? تعال احنا قلنا ان اول اربعة بيتس على الشمال ستين. يعني دول ما بيتغيروش. تمام? يبقى انا فضل لي كام? فضل لي تمانية وعشرين بيت. اطرح اتنين وتلاتين نقص اربعة يفضلك تمانية وعشرين بيت. يبقى انت عندك تمانية وعشرين. يبقى عندك كام? لا مش تمانية وعشرين. انت عندك تمانية وعشرين بيت بيتغيرو. يعني كام احتمال? يعني اتنين قص تمانية وعشرين احتمال. تمام? يبقى انت عندك كام تقدر تخزنها في البيتش زيرو? يبقى عندك متين خمسة وستين ميجا بايت. يبقى دي مساحة الوان برو جرام. يبقى المان برو جرام مفروض ما يعديش المتين ستة وخمسين ميجا بايت. تمام? دي معلومة برضو اتقالت ومهم ان انت تبقى عارفها. طيب. نرجع لموضوعنا. البيتش زيرو. طيب. انا دلوقتي البيتش زيرو دي مفروض ان احنا قلنا متقسمة زيرو وان تو سري. تمام? والمفروض ان الواحدة من دول تمانية بيتس. تمام? يعني ايه? يعني الواحدة من دول عبارة عن وان بايت. تمام? يبقى انا لو قلت زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة ماشي. يبقى انا كده. اول احنا قلنا بتاعتنا عبارة عن اتنين وتلاتين بيت. تمام? نفسها من جوة عبارة عن اتنين وتلاتين بيت. يبقى لازم لما تتخزن تاخد ايه? تاخد اربعة واربعة. ده كده 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 كده. دي عنوان اول ايه? دول اول ايه? 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 one instruction? الone instruction. بتبقى متخزنة بتاخد مسلا زيرو. او لكم زيرو وان تو سري. تمام? طيب. يبقى انا الكلام ده جميل جدا. يبقى انا اي انستراكشن بيجيلي الادرس بتاعها. ركز قوي ركز قوي في اللي عليك في الحتة دي. اي اي بيجيلي. لازم يا صديقي تكون بتقبل الاسم على الاربعة. يبقى لازم تكون ايه? بتقبل الاسم على الاربعة. يبقى. مش اي عنوان. معلش ركز ركز ركز. وقف الغلطة دي. عنوان اي لازم يكون بيقبل الاسم على الاربعة. ليه? لان انت عندك زي ما قلنا مثلا اول بتتخزم في زيرو واحد اتنين تلاتة. يبقى انت مسلا لو قلت ان اول عنوانها زيرو. اللي بعدها يبقى انوانها اربعة. يبقى هتاخد اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تمام? يبقى هتاخد اربعة خمسة ستة سبعة. تمام? يبقى كده ايه? دي العنوان تاني. يبقى ده المساحة لتخزي فيها تاني. بس ايه? بس العنوان بتاعها اربعة. طب اللي بعدها هتلاقي العنوان بتاعها تمانية. فاهم قصدي? يعني ان انت عندك بداية العنوان بتاعها لازم يبقى رقم يقبل الاسم على الارباح. تمام? يبقى. يبقى دلوقتي لو جيت قلتلك ان انت مسلا عندي طويلة مسلا. آآ مسلا اربعة صفار وفي ارقام كتير. وبعد كده جاية سيدي اخر اربعة بيتس. اربعة بيتس. كده انت في اخر الاربعة لس في الايه? في اللس. تمام? جيت لك مسلا ايه. جيت لك مسلا زيرو زيرو وان زيرو. تمام? يبقى انت دلوقتي دي واحد واثنين. هل دول يفرقوا معك في حاجة? الواحد واثنين. يعني هل مسلا هتلاقي عندك الادرس بتاعها خمسة? لأ احنا قلنا الخمسة دي مش تقبل اسمع على الارباح. فلازم يكون اربعة. يبقى لازم يكون زيرو اربعة تمانية. تمام? مضاعفات الاربعة. يبقى انت ممكن تتحكم في الموضوع عن طريق دي. اللي هي تديك اربعة. يعني مسلا اربعة. لو انت مسلا عايز رقم مسلا ايه? زيرو. يبقى هتحط رحات كل الاربعة اللي هم اللي هتحطهم باربعة. تمام? طيب لو انت عايز مسلا ايه? اه تنط مسلا ده زيرو. لو عايز مسلا تجيب الاربعة اللي بعد الزيرو على طول. لان احنا قلنا خلاص لازم تبقى لازم تبقى اسمع على الاربعة. تمام انت هتلاقي ان انت بتعمل زيرو وان زيرو كده. طيب ماشي. لو انت تقول عايز تمانية يبقى زيرو وان. آآ زيرو قصد زيرو. زيرو وان. تمام? يبقى انت هتلاقي نفسك ان انت دول دايما بصفار. دول هتلاقيهم سبتين. طب خلاص تم انا قادر اقول ان انا قادر اشيلهم. تمام? خلاص وهتحكم عن طريق دول. يبقى انا كده قادر اقول ايه بقى يا باشا? اقدر اقول ان انا شلت اربعة في الاول سبتين اللي هم بتوع البروجرام بتوع البيتج. تمام? وقدرت اشيل اللي هم في الاخر دول اربعة. تمام? وقدرت اشيل اللي اتنين اللي هم اللي يستجدفن بيت لان انا اصلا عايز الرقم بالادرس بتاع الانستركشن يقبل الاسم على الاربعة. تمام? فالاتنين اللي عالمين دول هيقوا دايما بصفار عشان الرقم يقبل الاسم على الاربعة. يعني دايما هشيلهم. فانا بديم صفار يبقى دايما سبتين. يبقى دول دايما كونستان. اي كونستانت خلاص ما انا خلاص هم سبتين. حتى لو جيت يعني عايز اكمل انستركشن بعد كده هحط دول بصفار. هيطلع الادرس مزبوط زي ما هو. يبقى انا ممكن دول برضو اشيلهم. فانا دلوقتي شلت اتنين على اليمين واربعة الشمال. يبقى انا شلت ستة. هقول الاثنين وتلاتين نقص الستة. هلقيني وصلت الكام? ستة وعشرين بيت. يبقى انا كده يا صديقة عرفت تخزن الاثنين وتلاتين بيت في ستة وعشرين ولا لأ? يبقى انا عرفت تخزنها. تمام? يبقى انا مسلا لو جالي ادرس مسلا زي ايه. تعال نعمل من المثال الصغير كده عشان نفهم عشان انا نحاس ان انت ايه تهت مني. مسلا اا مسلا الله ما في لها سيدينا محمد تعالى كده نعمل اي ارقام عشوائية. المشيئة دي كده عندنا اربعة واربعة 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 دي كسطلاشر بيت. تمام? تعال نكمل تحت معلش? كده ايه? دول المس تمام? نكمل مسلا تعال نكمل دي مسلا. اروح مسلا عابدين دي ايه تعال كده زيرو زيرو. ماشي زيرو زيرو. يبقى انا دلوقتي عندي دول اتنين وتلاتين بيت يا صديقي. اتنين وتلاتين بيت. انا لما هاجي اخزن في الميموري هاروح شايل اول اربعة دول. ماشي? لما اجي اخزنها في الايه? مش في الميموري. لما اجي اخزنها في الجي فورمات. هاروح من بشايل اول اربعة. واروح شايل اخر اتنين. ويفضل لي عندي دول. هخزنهم في الايه في الجي فورمات. انت لو تفتكر كان عندك القوب. القوب. كان واخد ستة بيتس. وبعد كده كان عندك الادرس. كان واخد ستة وعشرين. يبقى انا اقدر اخد دول. تعال كده. الله مصلف ان محمد. هاخد دول كده. بص 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 بص. واخد دول معهم. خلي بالك. ماشي كده 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 كده. اخد دول كده. حطه. بس كده. وايه? انا كده اعتبر خد دول حطيتهم هنا طبعا تحط ببداية الواحد زيرو اللي هي دي. اللي هي اللي دي. تحطها هنا. وقعد كده تختب خالص بالزيرو اللي هي دي. ماشي? يبقى انا كده هتقريف تخزن اتنين وتلاتين في الست وعشرين. فبتعالة بقى نعمل العملية العكسية. انا دلوقتي هيقول لك مسلا ايه? انت مدي لك البايناري وعايز تحوله. عايز تحول البايناري لايه? او مسلا هقول لك حاجة حلوة. انت دلوقتي مدي لك الستة وعشرين. الستة وعشرين دول. عايز ترجع تحولهم لاتنين وتلاتين. هتعمل ايه يا صديقي? هتروح واخد الارقام دول. ارقام دي. تمام? انت عندك دلوقتي خلص دول متخزنين هنا. الستة وعشرين اللي هما مسلا يبتدوا من وان وان زيرو وينتهوا ب وان زيرو وفي ارقام في النص. هتروح ضايف سفرين عالشمال. تعال نعملهم برقب مختلف. اللي هو مختلف? هتروح ضايف سفرين عالشمال. ماشي? اللي هما شلناهم اصلا. ان احنا قلنا لازم يبقى اصبر اسمها الاربعة. احنا نحط سفرين عالشمال. عاليمين اصلي. ماشي? وبعد كده يروح الايه? يروح يروح للبروجرام كاونتر. ويشوف اول اربعة بيتس فيه. عالشمال. ماشي? هيلاقيهم مسلا ايه? زيرو وان وان. زيرو زيرو. فهم? يبقى انا كده هاخد دول من ايه? من البروجرام كاونتر بتاعي. وبكده ارجع اكون رجعت اكملت اللي اتنين وتلاتين بيت زي ما كان وبالزبط. يبقى احنا كده افهمنا بنسبة كبيرة ازاي بحول من ده ده والعكس. طيب هنتكلم دلوقتي عن البرانش. تمام? وهنفهم يعني ايه برانش وايه الفرق ما بينها وبين الجامب. طيب احنا دلوقتي قلنا ان احنا البرانش اا اا او نتكلم عن الجامب او خلاني نتكلم والجامب. احنا قلنا ان الجامب انا بيبقى عاية عنوان معين بروح له. يعني معايا absolute address. تمام? الابسليوت ادرس ده انا بخلاص انا معايا مسلا اني هروح للانستركشن للادرس بتاعها كزا. وبيقى مسلا اتنين وتلاتين بيت. تمام? اا طبعا ده بيستخدم مسلا لو انا في بتاعي. تمام? عندي مسلا انا هنا مسلا. تمام? والانستركشن بتاعتي هنا في اخر خالص. في نفس البيتج. خلي بالك لازم تبقى في نفس البيتج. ولو تبتكن ليه عشان قلنا ان احنا البيتج بميزها باول اربعة بتس على الشمال. ولازم يكون اربعة اول اربعة بتس دول سبتين. باخدهم بالبروغرام كاونتر. عشان اخزن ستة وعشرين بيت. اا في التلاتين وداتين بيت ستة وعشرين بيت. زي ما اتكلمنا المرات الفاتة يعني. تمام? فالمهم ان هنا خلي بالك ركز ان المسافة ما بين المكان اللي انا فيه والمكان اللي عايز اروحه بتبقى مسافة بعيدة. طب بعيدة دي يعني ايه? هنعرفها دلوقتي الحالة. طيب البرانش بتاعمل ايه? البرانش ان انا هروح اقول له واحد. تمام? انا عايزك تروح للعمارة اللي بعدي بعمرتين. يبقى انا في مكان دلوقتي هنا. تمام? والمكان ده مسلا بقول له روح له بالروح للعمارة اللي بعدي بعمرتين. يعني انا بقول له افسد. تمام? هل انا قلت له عنوان العمارة اللي بعد دي كام? يعني قلت له مسلا كزا كزا كزا. دي العلمان بتاعها. لا انا قلت له اللي بعد العمرتين. هو عارف خلاص ان انا عندي العمارة دي. هعد واحد اتنين. اروح الاقي نفسي في العمارة اللي انا عايز اروح. نفس الكلام. انا في معينة. هقول له نط لو حصل اكشرة معين. نط اللي بعدي باتنين. فهو هيروح عامل كده. طيب يبقى انت كده بيبقى عندك. يبقى عندك. ليه يعني عنوان بالنسبة للعنوان اللي انا فيه. او بالنسبة يعني هو عارفة تبع متى بالنسبة لحاجة معينة. طيب. هنتكلم بقى عن ايه ايه. ايه هاي باتي فهمنا يعني بشكل بسيط كده. ايه الفرق ما بين وما بين برانش. بس نرجع لحالة تانية عشان ما ننساش. ايه فكرة البعد? انت فكر ان دي ودي كانت صح? طيب ماشي. لو احنا قلنا بقى ان دي يبقى ايه? يبقى انت عندك اللي هو اللي هو ده بيتخزن في ستاشر بيت. صح? يبقى انا ما ينفعش ان بتاعي يبقى اكبر من ستاشر بيت. لازم يبقى اصغر من ستاشر بيت. الستاشر بيت دي يعني كام? يعني اتنين قس خمستاشر. يعني لو كبر عن اتنين قس خمستاشر. لازم تروح عامل الجامب. تجيب الادرس وتعمل الخطوات اللي عملناها قبل كده. يبقى احنا كده فهمنا يعني بشكل بسيط ايه الفرر ما بين البرانش وما بين الجامب. طيب تعالنا نتكلم بقى عن ايه? عن البرانش. انا دلوقتي لو جالي صوت ركود مسلا اف ان الايه اكوال اكوال مسلا الزيرو. تمام? روح نطل لي اعمل لي جوتو. طبعا جوتو دي احنا ما كناش بنستخدمها الترم اللي فات في سي بلس بلس. تمام? بس يعني هي جوتو ان هي بنط ايه الليبو المعين. تمام? وبروح مسلا ايه? بروح مسلا كاتب هنا مسلا اكس مسلا او ان الزت بالساوي اكس بلس واي. تمام? بعد كده كنت بقول ان ال وان وبروح عامل علامتين كده ان مسلا اا ان الزت اكوال اكس مينس واي. طيب وانا عندي الايه? تمام? الايه? لو بزيرو. تمام? هيروح عامل ايه? هيروح داخل في الاف كونديشن دي هتحقق. فهيروح لقي ان الفاكشن جوتو لابل وان. فهيروح منفز ايه? فهيسكيب دي. اللي الزت اكوال اكس بلس واي. ويروح عامل الزت اكوال اكس مينس واي. يبقى هو كده نفز ايه? نفز ان الاكس مينس الواي. دي لو زيرو. طيب كلام ده جميل جدا. او خليها فوق كده. ماشي? هو نفز دلاتي الاكس مينس الواي. طيب لو احنا رحنا لو الايه بقى ايه بواحد او اي رقم غير الواحد يعني اكبر من الزيرو او اصغر من الزيرو. المهم ان يعني قيما غير الزيرو. بيعمل ايه بقى? بيروح مش داخل في دي. صح? يعني مش هيخش في دي. فمش هيشوف جوتو. تمام? بس هل معنى كده ان هو مش هيعدي على دي ومش هيعدي على دي? لأ هيعدي على دي وهيروح معدي على دي. يبقى هو كده نفز الاكس بلس واي ونفز الاكس مينس واي. يبقى انت لازم تكون فاهم سطر الكود ده كويس قوي. طيب. تعالى بقى نحول الموضوع لاسامبلي. تعالى بقى بص يا صديقي. لو احنا قلنا ان برانش اكوال. تمام? اه احنا قلنا عندنا الايه. تمام? لو قلنا ان الايه دي متخزنها في الاس زيرو. تمام? يبقى برانش اكوال. ان الايه اللي هي اس زيرو. مع زيرو. طبعا لما بنكرم بالزيرو او اي حاجة فيها زيرو نجيب زيرو ده عطول. لان هو دايما بزيرو. عمره ما هيتغير. فضامنين ان هو دايما بزيرو. تمام? روح نقطر لي لالوان. تمام? يبقى احنا كده كأننا قلنا ايه? تعالى نكتبها كده بلون تاني. كأننا قلنا ان اف الايه اكوال اكوال الزيرو. تمام? نستطر ده على بعضه. ده كده كأنه السطر ده ونعملها كده ايه هاش كده حاجة محترمة. طيب ماشي. هو دلوقتي لو جي. ده اكوال ده اتحقق. تمام? باك ايه السطر اللي كان تحته? كان كنت بعمل آآ ثانية بس عشان نبقى ماشيين سوا. يبقى اكس بلس واي. تمام? كنا هنقول اد. تمام? آآ مسلا نفترض ان الزيت دي متخزنة مسلا في آآ 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 ماشي? وهنا مسلا ماشي. ماشي? ده السطر الازل اللي كان تحت الجوتو عطول. تمام? وكنا عاملين كمان ليبل. تمام? كنا الليبل ده كنا عاملين في ايه? كنا عاملين صب. كنا عاملين طرح. تمام? كنا عاملين نفس الكلام اللي فوق بالزبط. ماشي. الس سري. كلام ده جميل جدا جدا جدا. طيب. هول داتي برضه هيعمل ايه? هوا هيعمل برانش اكوال الزيرو. تمام? هيروح عامل الايه دي اللي هي الايه. تمام? هيقارنها بيه الزيرو. تمام? لو لقاها صح برانش اكوال. يعني اعمل برانش لو اكوال. يعني لو الايه اكوال اكوال الزيرو. هتروح ناطق لالوان. هل هيعدي على الاد? لا مش هيعدي. هيروح عامل خطوة كده. ويروح ناطق لهنا. طيب. ماشي. يبقى احنا كده مش هناعمل دي. لكن لو ما حصلش هيروح منفس دي. وهيروح منفس دي. يبقى لازم تكون فاهم ان الالوان هتنفس لو ما حصلش برانش ايه. طيب يبقى الكلام ده جميل جدا. بقى احنا كده فهمنا بنسبة كبيرة ايه اللي حصل. طيب البرانش نوت اكوال. البرانش نوت اكوال. يعني لو الايه. نفس الكلام اللي فوق. تعال لها بتعمل ان انا نوعى نفس المساء اصفر. بص. نمسح البرانش اكوال. ونحط البرانش نوت اكوال. ماشي? طيب البرانش نوت اكوال. البرانش نوت اكوال. يعني انا بكرن الايه. لو نوت اكوال الزيرو. اعمل لي كده. يعني لو الايه طلقت مسلا بواحد. هيروح ناضط على الالوان. طب لو طلقت بزيرو. لو طلقت بزيرو. هيروح عامل الاد. وهيروح عامل الصد. يبقى كده انت فهمت البرانش اكوال. وبرانش نوت اكوال. بتتعامل ازاي? وطريقتها عاملة ازاي? طيب الكلام ده عظيم جدا جدا جدا. طيب انت دلوقتي احنا قلنا ان البرانش اكوال. والبرانش نوت اكوال دول عبارة عن ايه? عبارة عن ايه? انستركشن. طيب تعالى بقى نفكر كده. الاي دي هتتحول ازاي? تعالى يا صديقي. طيب باتي احنا قلنا لو ان مسلا عندك زي ما قلنا مسلا فوق ان الاس زيرو. ورجيشتر زيرو. ماشي. وعندك مسلا اللي وان. تعالى بقى نشوف الاي دي اول ما نسمع اي دي عايزين نحولها خلي بالاك نركز في حاجة صغيرة. ان هو اللي بيحول دي للمشين تمام? اللي هي تتقسم عندنا زي ما قلنا في الاول. وبعد كده الار اس وفاكر لما قلنا ان ار اس تي دي لأ هنا هتبقى ار اس تي بس. طبعا? آآ وبعد كده هتحط هنا اللي هم الستاشر او اللي هو الاميديت. اللي هو بتاعي. طبعا? بس هنا بقى هل انت شايف ان ده يعبر عن يعني هل ده بس الرقم هجمعه او كده لا ده ادريسينج. يعني ده عبارة عن افسط الادرس فهم? فانا دلوقتي هعمل ايه? هعمل هكتبها هنا كده ادريسينج. يعني ده اصحية مش فارقة كتير. انت ممكن تكتبها الاتنيه قصة. تمام? يبقى انت كده فهمت. هنعمل ايه? طيب. تعال بقى نبص. انت دلوقتي هيبقى ليها معين هتجيبه من الجدول اللي هو المفقود. هيجي لك في الانتحان وهتبقى عارفة. تمام? ده بيتس عارفة هنا الستة بتاعة البرانش اكوال. تمام? حدا موجودة في الجدول. طيب. تعال هنشوف بقى. الاس زيرو. لو نفترض مسلا الاس زيرو دي مسلا رقمها سبعة. ماشي? والرجستر زيرو رقم زيرو. تمام? والل وان دي مسلا هنعرف دلوقتي هنعملها ازاي? طيب. انت هتحط لما بتيجي تحط في البرانش اكوال تحط بنفس الترتيب. وانا هعمل لك مقارنة دلوقتي في بعد ما نخلص دي. هقول لك بقى ايه? عشان بتحصل لغبطة في اللود وبتحصل لغبطة في البرانش اكوال. هفاهنها لك دلوقتي ايه? هزبطها لتصبيلها تمام? بص. انت دلوقتي عندك الار اس دي خمسة بتس. لو تفتكر ان احنا فهمنا ليه خمسة بتس. تمام? ماشي? ودي خمسة بتس. ماشي. وقلنا دي ستاشر بتس. وجمعتهم على بعض عشان متأكد هتلاقي اتنين وتلاتين بيت. طيب. السبعة هنحولها البيناري ونحطها كخمسة. ازاي? هقولنا تلات واحدة هون بعد كده سفرين. تمام? يبقى انت دلوقتي كده عرفت ان الاس زيرو عبارة عن سبع. تمام? يبقى انت بتحط بالترتيب جادك الاس زيرو اول هتحطها دي الاول. طيب ده بتاعه زيرو فانت هتحط ايه خمس تصفور برضو. تمام? احنا قلنا او ان انا بحط افست يعني انا بحط افست فالايه? فهو بيروح النطط ليه? طيب. هنحط الافست ده بيقول انا على ايه? احنا قلنا ان الافست ده انا فاكر لما قلت لك مثال انا في العمارة دي. تمام? او انا افترضت ان انا في العمارة دي. تمام? وهروح لعمارة بعد بعمرتين. يعني انا هنطط عمرتين كده وماشي وهتبقى دي العمارة بتاعتي. طيب يبانى عشان اقول له روح للعمارة اللي بعد بعمرتين. لازم يبقى معي عنوان العمارة بتاعتي اصلا. طيب عنوان العمارة ده اللي هو ايه? اللي انا بتاعتي. اللي انا شغل فيها. طيب اي اي عشان اجيب عنوان اي موجودة في رجستر واحد بس في البروستر وهو لان الطبيعي هو اللي بيحط اللي الادرس بتاع اللي انا شغل فيه. بس فكرة حاجة انا افاكن لما قلت لك ان الادرس او طب انا هعمل ايه? يعني انا دلوقتي بدل ما هروح اقول له هاتلي عنوان ايه هاتلي الروح للعمارة اللي بعد بعمرتين? لا انا هقول له للعمارة اللي بعد بتاعتي بعمارة. فاهم? يعني ايه? يعني انا دلوقتي بدل ما هبدأ عد من من السطر ده. تعال انا كده غير اللون. بدل ما هبدأ عد من السطر ده. لا انا هبدأ عد من السطر ده. واقول له عد كده هتلاقي ان انت عدت واحد بس. طيب. هل هروح اكتب له في الادرس هكتب له واحد? لا مش هكتب له واحد. لتدواتي يركز ان انت بتاعتك عبارة عن اتنين وثلاثين بيت. طبام? فالانستراكشن مسلا اللي هي مسلا البرانش اكوال او البرانش نوت اكوال اللي هي اول واحدة دي. واخده كام? واخده زيرو واحد واتنين وتلاتة. تمام? فانت كده كأنك يبقى خبارك الزيرو دي واحد بايت تمام? يعني دي كده بايت. تمام? ودي كده بايت. فكر تقسيمة الميموري تمام? دي كده ايه? بايت. يبقى انت كده لازم علشان تقول له مثلا نوت. يبقى انت مثلا لو في الانستراكشن في المسلا اللي هي السطر اللي بعده اللي احنا هنبدأ عد منه اللي هو الاد. تمام? الاد دي مثلا شايل ايه? اربعة. خمسة. كام? ستة. تبع. طيب ماشي. يبقى انت دلوقتي. يبقى انت علشان انت دلوقتي في كام في السطر رقم اربعة. والسطر اللي بعده اللي هو ليبل وون اللي انت عايز تنطله وحيبدأ من التمانية. يبقى انت انت احنا قلنا لما عدينا الانها واحد بس في السطور على حسب السطور انت لقيت ان انت هتنط سطر واحد بس. اللي هو ده. ماشي? لقيت ان انت هتنط سطر واحد. لكن في الميموري ادرسنج انت لأ انت مش هتنط واحد بس انت هتنط اربعة. يعني كام? يعني انت ممكن بدل ما تقعد تعدب زي ما انا عامل كده تقعد شوف كل واحدة واحدة كام وكده. لأ انت مسلا لقيت ان انت هتنط سطر واحد. يبقى انت تقول هتقد مسلا واحد في اربعة يبقى انت هتنط سطر واحد في اربعة يبقى انت هتكتب في الميمور ادريسنج هتكتب ايه اربعة طب اقفوا مسلا هتنط سطرين يبقى تقدر بقى في اتنين في اربعة يطلع لك بتمانين وركز في حاجة مهمة قوي ان انت بتبدأ عد من بعد الانستركشن اللي هي بتاعت البرانش اكوال او البرانش نوت اكوال يبقى تعالا بقى نطبق الكلام ده انت دلوقتي في البرانش نوت اكوال تمام حصل عايز تشوف دي لما هتيجي تحولها البيناري كود هتحولها ازاي هتحولها رقم ايه هينط كام هينط كام سطر هينط كام ما هي اماره فاهم هتبدأ تعد من اللي هي الاد اللي هي واحد تمام كده هتعد هتلاقي نفسك نطيت واحد بس مش هنكتب الواحد بس لأ احنا قلنا ان في دي كل واحدة بينهم اتنين وتلاتين وهو احنا بنتعامل بالبيت فاحنا خلاص يبقى احنا هنقول ان احنا هندرب الواحد في اربعة هتطلع لك كام باربعة تعم? يبقى انت هتكتب هنا اربعة يبقى زيرو زيرو وان زيرو زيرو سايت ستاشر وتيجي عشان تحول مثلا لو افترضنا ان ده مسلا زيرو زيرو آآ وان 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 مسلا فانت هتجي تجمع بتاع ده كله وبعد كده تبدأ تاخد كل اربعة وتحولهم ايه تحولهم ايكسا ديسيمال تبقى انت كده ضبطت البرانش اكوال وحولته الماشين كود وفهمت ازاي بعمل بتاعه ان انا بعد وبضرب بعد كده وما تنساش بالله عليك حوار الضرب كان فيه بقى ايه مقارنة حلوة كنت هعملها لك بقى ايه عندي في الاي تمام الاي دايما بيحصل لغبطة ان انا هحط في الار اس والار تي ازاي طيب لو احنا بنتكلم على مسلا حاجة زي مسلا الاد ماشي وهنتكلم عن حاجة مسلا زي وهنتكلم عن حاجة زي آآ اللهم صلي على سيدنا محمد هنتكلم على آآ البرانش اكوال او البرانش نوت اكوال تعالي هبص على كل واحدة من دول بنحط الار اس والار تي بنحط ايه ماشي تعالي نبدأ نشوف طيب احنا دلوقتي في الاد اميديت آآ ارى الطبيعي اصلا في الاد اميديت ان انا لما بجمع الاولاني ده والتاني تمام طبعا هنا يعني بس انا مش مشكلة دلوقتي لما بجمع الاولاني التاني بحط الاولاني ده اللي هو الديستنيشن تمام والتاني ده اللي انا بعمل عليه عملية الجامعة اللي هو زي ما نقول تمام فانا طبيعي ان انا عندنا قلنا في الاميديت عبا فيش دي فهنحطها في التين تمام يبقى انا بحط ايه بحط التاني بحط قصدي اللي هو اللي على الشمال اللي هو الاولاني كده بص كده ماشي وفي الار اس بحط التاني اللي هو طيب كلام ده جميل جدا طب في اللود بقى في اللود والستور هي انا بقولي الكلام ده ليه اصلا عشان مشكلة في اللود والستور بتحصل لغبطة في ايه ان انا بفكر مسلا ان انا في اللود انا مسلا بقول مسلا اس زيرو ماشي ومسلا بروح واخد من المموري مسلا البيز اللي متخزن في اس وان ماشي وعايزة يبقى انا باخد من ده وحط في ده فانا خلاص ماشي دي بالنسباني مش مشكلة ان دي زي نفس الفكرة دي وهنا دي التاني واحد اللي هو ده بيبقى او اللي هو بيتام معي العملية فبيتحط في في ايه في الار اس يبقى انا ماشي هنا برضو ماشي اتنين واحد تبا? هي مشكلة في اللي ان انا دايما الناس بتفكر في اللي لو شلنا دي كده فانا بدل ما بقى هحط من هنا لهنا لأ ده انا هبحط من هنا لهنا. صح? لان انا اللي انا بخزن من الاس زير او فايل اللي عندي بخزنه في المموري والس وان دي شايلة آآ عنوان في المموري. تبا? فانا دلوقتي يبقى الناس هتفكر بقى ان دي وان دي فهروح ايه? هروح معاكس الدنيا. لأ. في سبت دايما اللي عالشمال الاول. يبقى دايما 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 في اللي عالشمال في الار اس. تمام? اللي عالشمال في الار اس. الشمال في الار اس. تمام? حتى لو لو او اسطور متوقفش تفكر في معاناهم. هي بالترتيب. يعني الار اس مسلا بتحط فيها آآ رقم واحد. يعني مسلا دايما 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 مسلا بي اكوال مسلا. آآ برانش اكوال قصد يعني هي مش بير. تمام? ان مسلا الاس زيرو والاس وان. تمام? وروح نط مسلا على الالوان. تمام? الاس زيرو والاس وان هتحط بالترتيب. يعني تحط هنا دي واحد ودي اتنين. تحط ايه? بالترتيب. يبقى هنا كده الخلاصة بتاعت الموضوع ان ده ترتيب. تمام? ده. آآ وده الشمال في الار تي. بس كده. يبقى انت كده ايه? يبقى الشمال دايما في الار تي. يبقى الشمال بيتحط في الار تي. طبعا انت واحد واتنين دي فوقك منها هي دولتي. الترتيب. الشمال في الار تي. تمام? دايما بعتبر الشمال هو ايه? اللي على الشمال اول واحد اتقابله هو بس كده. يبقى انا دي بس عشان اوضح الفرق ما بين ايه? ما بين دول عشان بيحصل لعبطة. خاصة في حكة الستور. ان انا الستور بيبقى عندي هي العليمين. يعني لو فكرت بيها في المنطقة انت بتاخد من هنا بتودي هنا. بس لا انت في الحالة دي برضو هي اللي على الشمال. فالديستنيشن بتتحط في الار تي. الار تي هي اللي هتاخد اول واحدة على الشمال. ماشي? انا كده اعتبر ارتبت معاك حاجة فاضل حاجة اخيرة. لسه ايه? ما زبطتهاش معاك. او في تجميعة تانية يعني حاجة تانية آآ بحتاجة زبطها معاك. اللي هي الادرسنج. الادرسنج صديق اللي هي ايه? ان انا دلوقتي هقول لك. هنتكلم عن حاجة مهمة دلوقتي بقى اللي هي الادرسنج. انت ازاي بتتعامل مع ماشي? يعني انت دلوقتي اي هتشتغل عليه هو متخزن عندك. فانت لازم عشان تجيبه بتدي الادرس بتاعه. تعم? ايه ما انت دلوقتي هنتكلم عن الادرسنج. فعندك كزا طريق الادرسنج. اول حاجة عندك اللي هي الاميديات. تمام? الاميديات اللي هو ايه? ان انت عندك الاوبراند ده. الاوبراند. تعم? زي ايه? زي مسلا لما تعمل ادرسنج اميديات. ماشي? تروح مسلا كاتب اا اس زيرو. اس وان. ماشي? وتروح عامل هنا مسلا عشرة. يبقى انت كده ايه? ده كده عندك اميديات. هل ده متخزن في الميموري? لا. ده ايه? يبقى كده ده يعتبر اميديات. يبقى كده انت جبت اه اه الاوبراند عن طريق ان هو عبارة عن كونس. طيب. ده اسمه ايه? ده اسمه الاميديات. طبعا دي بتتآمل في العمليات اللي هي اد اميديات اصلا. فهم? طيب. تعالنا نبص على حاجة تانية. تعالنا نبص لو انت عندك موجود في ريجستر. طيب ريجستر يعني ايه? يعني انت كأنك بتعمل مسلا. لس زيرو. تمام? واس وان واس تو. هنا عندك الاوبراند بتاعك ده مسلا متخزن في ريجستر. تمام? يبقى انت كده عرفت يعني ايه? طيب. تعالنا نتكلم عن النوع التالت اللي هو زائد ان انت عندك مسلا اا لو انت مسلا عندك مسلا والستور. انت مسلا بتجيب لود لكلمة من من الميموري. تمام? الميموري دي انت معاك الادرس بتاع البيز. تمام? اللي هو مسلا اللي اقترضنا ان هو موجود في اس وان. اعتقد امفوض ان انا اسكلمك على الحوضة فاهمكم البيز وازاي بينشفته كده. طيب ماشي انت بتروح مشفت مسلا روح حاطط له ايه? اربعة. ماشي? فهو هيشفت اربعة وياخد لك ايه? البيز. فانت كده عملت الورد. ماشي عن طريق البيز اللي هي اس وان والافست بالشكل ده. ده الشكل بتاعها. ده النوع برضو من انواع الادرس انج. انت ازاي بيجيب عن طريق الادرس بتاعه. طيب. آآ تعال نشوف نوع كمان. انا بس معلش. ايوة. بس بقى. تعال نشوف نوع كمان مسلا زي ايه? زي ان انا بجيب عندي عنوان موجود في وبروح زي ما قلت لك مسلا عمارة بتاعتي اقول لك بعدها بعمرتين روح الانستركشن. روح العمارة البعض بعمرتين. يعني كانني بقول لك روح الانستركشن اللي بعضي. آآ مسلا بخطوتين. او كده. وزي ما قلنا لو تفتكر ان البي سي ده كان بيشير الناكست. عشان برضو ما ننساهاش. تمام? فانت داتي مسلا بنتكلم على البرانش ايكول او البرانش نوت ايكول. يبقى انت لازم تكون عارف برانش ايكول او برانش نوت ايكول. انت مسلا حط مسلا اس زيرو هتقارن اس زيرو باس وان. ولو حصل بتروح عامل الادرس بتاعك عبارة عن ايه? اللي وان مسلا. وخلي بالك. حان في هنالة داتي هقول لك معلومة رائقة جدا. بس تعال نتكلم عن ايه? عن السودو. اه السودو. ادرسينج. السودو ابسليوت ادرسينج. اللي هي ايه? فاكر ابسليوت ده اللي كان ايه? كان الجنب يا صديقي. طيبني بقى انت دواتي عندك ايه? هو الجنب. طيب. ركز في حاجة بقى مهمة قوي. طيب ليه قلنا عليه سودو? فاكر انت حوار ان هو اتنين وثلاثين متخزنين في ستة وعشرين. هي فكرة ان هو متخزنين في ستة وعشرين وانت بيجيب الاتنين وتلاثين الباقي عن طريب ايه تعمليات هي دي اللي بخليها سودو. يعني كأنه بيقول لك ان هي شبه ابسليوت ادرسينج. لان الابسليوت ادرسينج عن اتنين وتلاثين. انت هنا بتخزنه ستة وعشرين. وبتكمل الباقي. لحقيقة بس بس الاصل ان انت ما بتخزنش الاتنين وتلاثين كلهم. بس فعشان كده سمموه سودو. زي جنب ان انا عمل جنب مسلا اا الفين خمسمائة. طلعا? فانت كده تقريبا فهمت يعني ايه الانواع الادرسينج وديه من الحاجات اللي تقالت في السكشن وتقالت في المحاضرة. فانا عدت التركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب. تعال بقى نتكلم عن حاجة تانية اخيرة. على بقى فديتي اشرح لك فرق مهمة قوي ما بين الاسيبلر. و البروسيسور. تعال كده. طيب هنتكلم عن ايه? هنتكلم دلوقتي ان انت عندك اه في الاسمبل قلنا ان انت عندك بتتحط مسلا لو في احنا الكلام ده هنقارن في ايه في حالة الكونديشنل برانشينك اللي هو ايه اللي هو ايه اللي هو برانش ايكول والبرانش نوت ايكول طيب الكلام ده عظيم جدا هنتكلم بقى في ايه هنتكلم داتي في حتة ان انت لو قلت برانش اكوال مسلا اس زيرو واس وان تمام? وروحت قلتلي يا باشا نطلي على ال ال وان تمام? طيب ال ال وان دي لما هاجي احاول الكلام ده السطر ده كله لايه? لباينالي. هعمل ايه? خلص انا تماما عندي التقسيمة بتاعتي. هنا ال اوب كود هنا ال ار اس هنا ال ار تي ونبدأ بقى ان الكلام على هنا ده لما هاجي احطه هنا. تمام? انت دلوقتي لما هاتيكي تقدي السطور مسلا هتلاقي انت عندك السطر مسلا عندك بعد الورانش ايه كوال مسلا دي السطر واحد حينيا عندك هنا السطر اتنين آآ هتلاقي مسلا يقولك ايه مسلا آآ آآ مسلا. تمام? ومزلا السطر التالت يقولك صاب نفه. ماشي? وعندك السطر الرابع هو اللي في ايه? هو اللي فيه ال الواد. تمام? فان دلوقتي هيجي اعملي ايه? في ال Assembly لما اجي اكتب أسّمبلي أو اتعامل مع الاسمبلي تمام? الاسمبلي هيعمل ايه? هيحط الده زيرو. الاسمبلر الاسمبلر اللي هو هيحول من الاسمبل اللي هي مكتوب فيها الون. عايز يحولها البيناري هيعمل ايه? الاسمبلر بالزبط انا اهو ادي انا اسمبلر اهو. انا اسمبلر تمام? هروح جاي عادل واحد. زيرو. بعد بعد البرانش ايه كل خلي بالك عشان احنا قلنا البرغرام كاونتر بيبقى شايل الادرس بتاع نيكس انستركشن. فهو دلوقتي هيبدأ من هنا. ماشي? يبقى زيرو. واحد اتنين. لقى هنا اتنين. هيروح حاطة اتنين. تمام? هل ده العنوان الحقيقي لها? لا طبعا. ليه? لان انت الفكرة في حاجة. انت دلوقتي بتاعتك بتتكلم بالايه? الميموري بتاعتك بتاعتك بتتكلم بالبيتس. يعني هنا زيرو وان تو تري فور. تمام? فانت عندك مسلا هنا كده. ماشي? انت كده بتتكلم بالبيتس. هنا هنا وان بايت ديرو اتنين بايت تلاتة بايت كل واحدة منهم تمامة بيت. تمام? فانت دلوقتي الكل من دول واخده كام? واخده بص. واخده اربع. اربع من دول. واخده اربعة. تمام? يبقى اللي هي الاولى. او نتكلم مسلا عن ان هي اه لو افترضنا الاد دي مسلا. فهي واخده دول. واخده دول كلهم. تمام? كلهم دول واخدهم الاد. فانا لما اجي اقول اه اتنين يبقى انا كايني بتكلم على دي. بس مش دي الحقيقية. تمام? لكن خلي بالك في البرانش اكوال والبرانش نوت اكوال بس. كلام ده في البرانش اكوال وانا برانش نوت اكوال بس. تمام? هتكتب فيها اتنين. البروستوسل بقى الصديقة هيعمل ايه? هيعمل افكتف ان هو هيعمل ايه بقى برضو? ان هو هياخد الرقم ده ويدرابه فاربعة. اللي انت لو تفتكر احنا قلنا ان احنا عايزين نتعامل مع اه مع بايتس. والرقم والاتنين دي المفروض ان هي وورد. تمام? فمن وورد البايت هادرى فاربعة. يبقى هو هياخد الاتنين يضربها فاربعة. بس انا ما ليش دعوة. انا بتكلم الاسمبلي لو هو جي قال لك حول لبايناري كود. فانت هتحول تحط الاتنين. ما لكش لعب الاربعة دي. الاربعة دي البروستوسل بيعملها بنفسه. طيب. ايه بقى? تعالى بقى في الجنب. الجنب احنا قلنا ايه? ان احنا عندنا ستة وعشرين. تمام? احنا قلنا عشان احنا نحاول لستة وعشرين كنا ايه? كان في اتنين بت تعلمين كده? رحنا شايلينهم. تمام? كان اتنين بت كده? رحنا ايه? شايلينهم طيب. شايلين اتنين بت يعني عملنا ايه? عشان بس تفاهم. شايلين اتنين بت دي يعني اسمنا عال怎么 4. وفي نفس الوقت بردو بتساوي ايه? بتساوي ان احنا کاننا عملنا تمام? ليه? لان انت البتاي اللي هنا دي هتبقى اول واحدة هنا. فكا انك شفت هنا اتنين. اتنين. خلي بالك. طيب. ماشي. معلومات دي مهمة خلي بالك لازم عارف دولي. يعني انت شلت اتنين بيت يعني اسمت على اربعة. يعني اتنين. طيب. البروزيز بقى هيجي ايه? هيجي يروح لما يجي دوقتي عايز هو ما ينفعهوش الستة وعشرين بيت دولي. هو دلوقتي عايز يوصل الاتنين وتلاتين. طبعا هو هياخد اول اربعة بيتس من البروغرام كما انت رتدول خلاص دول كده كده احنا عارفناك عارفين الكلام ده. طيب لما هيجي بقى دي بقى ايه? الافكت في ادريسك بقى ان هو البروزيزر هيروح ضارب اللي عندك ده فاربعة. هيروح ضارب الادرس اللي هو متكون من الكلام ده. اللي انا شلت منه الاتنين دول اللي هو ستة وعشرين بيت. هيروح ضاربه في ايه? فاربعة. طيب اربعة دي يعني ايه? يعني كاني بعمل شفت لوجيكا ليفت باتنين. كاني بحط زيروهين على اليمين كده. يبقى ده ايه? ده كده? الافكتف ادريسك. ده الافكتف. بس في حاجة بقى انا عايزك تبص عليها. هو دلوقتي مش انا الافكتف ده هيتحط في البروجرام كاونتر. تمام? والبروجرام كاونتر اصلا انا جايب انا فيه اهو اصلا فيه الاربعة دول. هو اصلا موجود في الاربعة دول. فانا هعتبر ان الافكتف بتاعي ده خلاص موجود. فانا هعتبر ان هما ايه? هنقص منهم الاربعة دول. هيبقى تمانية وعشرين بيت بس. بس كده. يبقى تمانية وعشرين بيت اللي هما من بعد البروجرام من بعد الاربعة العشمال هما دول الافكتف بتوعي. بس كده. يبقى انت كده الموضوع بالنسبالك اعتقد مهضوم مية في المية. يبقى انت كده عرفت ايه الفرق ما بين الافكتف اللي هو بتاع البروسيسور. وعرفت الفرق ما بين الادرسينج العادي اللي هو بتاع الاسمبلي. اللي هو عادي. يعني نسميه ادرس عادي. عشان? ده بتاع الاسمبلي. اه كده. يبقى انت كده حليت مشكلتك يا صديقي وعرفت الفرق ما بين. اللي اتنين. طب عشان بس ما تطلع بس في حاجة. في وكده بضرب فاربعة عادي يعني عندي الانديكس بضرب فاربعة عادي هنا. تقام? لكن في في البرانش اكوال برانش نوت اكوال. لأ. باخد الرقم ده هو البروسيسور هو اللي بيسترف ويضربه فيه اربعة. بس كده. كده تكون خلصت النهارده الجزء الاول من من الجزء التاني. ان شاء الله هنبدأ نقرأ السلايد. ولو في حاجة مش رفوه هنفهم. وكمان اه نحل اسئلة بتاعت الانشاء الله اه ربنا معك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة